موسيقى رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالبيان الصحفي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الانتخابات العراقية الذي أكد فيه أن التقارير المرحلية تؤكد أن الانتخابات سارت بسلاسة وشهدت تحسينات فنية وإجرائية كبيرة كما أن أتى الخارجية الأمريكية شعبة وحكومة العراق على عملية الانتخابات الآمنة والسليمة من الناحية التقنية والمسالمة إلى حد كبير وفق ما جاء في بيان الخارجية الخارجية أيضا وصفت الانتخابات العراقية بالفرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم كما أعلنت عن انضمام الولايات المتحدة إلى المجتمع الدولي في إدانة تهديدات العنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونمي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات IHEC والعراقيين خارجية الأمريكية أثت في بيانها جميع الأطراف على احترام سيادة القانون ونزاهة إجراءات الانتخابات معربة عن تطلع الولايات المتحدة الأمريكية إلى العمل مع الحكومة العراقية الجديدة عند تشكيلها لتعزيز شراكتها الاستراتيجية فيما يتعلق بمصالحنا المشتركة المتعددة يذكر أن بيان مجلس الأمن دعا إلى حل أي خلافات انتخابية بالطرق السلمية والقانونية كما عبر البيان عن أسف أعضاء المجلس للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد البعثة الأممية وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أما سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر وخلال مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط الذي عقيد في إربيل بمشاركة دولية جدد رفض حكومة بلاده لأي تهديدات تطال المفوضية العليا للانتخابات العراقية مؤكدا أن العراقيين قادرون على إدارة شؤونهم دون تدخلات خارجية كما أعلن رفض الولايات المتحدة للتهديدات التي طالت بعثة يونامي مشيدا بدور البعثة في مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومشيرا في الوقت ذاته أيضا إلى أن الولايات المتحدة دعمت البعثة الأممية ماليا بعشرة ملايين دولار لتسهيل عملها في العراق تولر وضمن إجابته على سؤال بشأن الانتخابات العراقية ومشاركة الشباب أكد أن كثير من الشباب العراقي يقولون الآن أنهم أخطأوا بعدم مشاركتهم في الانتخابات البرلمانية وأضف تولر أن ما شاهدناه أن الذين اشتركوا أثبتوا أن هناك نتائج غير متوقعة بالنسبة للأحزاب المشاركة وللحديث بشأن الموضوع ينضم إلينا من السليمانية السيد سارهنك حماس عيد مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة للسلام سيد سارهنك أرحب بك معنا في برنامج بالعراقي بداية شاركتم في مؤتمر الشرق الأوسط المنعقد في أربيل كيف كانت ردود الأفعال بشأن التهديدات بالعنف ضد موظفي مفوضية الانتخابات العراقية وموظفي اليونامي مساء الخير عليك سيدة زينة فرصة طيبة نكون معاك الملتقى الشرق الأوسط شارك فيه دبلوماسيين ومنظمات مجتمع الدولي وقيادات عراقية ومن الأقليم ومنظمات المجتمع المدني بالعموم كان فيه ارتياح وقناعة بأن الانتخابات العراقية الحالية حدثت بالحيث للإجراءات كانت أفضل انتخابات حدثت في العراق والنتائج التي خرجت بها يمكن فاجأت الكثيرين بتغيير بعض الموازين الانتخابية من حيث عدد المقاعد ففي عدم ارتياح من هذه التهديدات الموجودة من عدم تقبل النتائج لبعض الجهات لكن مع وجود هذا عدم الارتياح في بعض الأمل بأن يكون هناك فرصة للتواصل والحلول السياسية بين الأطراف ففي الآن جولات من الحوارات في ما يصف بالمصطلحات العراقية في الداخل البيت الشيعي في الداخل البيت السني وفي داخل البيت الكردي للتشاور الداخلي حتى يبدأ المفاوضات الرسمية عندما يتم إقرار النتائج الرسمية للانتخابات ففي بعض القلق من هذه الردود والتهديدات لكن بصورة عامة في بعض الأمل أيضا بأن يتم إلى اتفاق من نوع ما الولايات المتحدة كانت موجودة في منتدى أو مؤتمر الشرق الأوسط كيف قرأت بيان الولايات المتحدة ضد هذه التهديدات؟ ما هي الرسالة؟ بيان الولايات المتحدة جاءت بعد بيان مجلس الأمن الذي بنظري هو الرسالة أقوى حتى من رسالة الولايات المتحدة بأن المجلس الأمن مؤسسة دولية فيه إجماع وفيه أطراف متعددة بصوت واحد رحبوا بنجاح الانتخابات ودور الحكومة العراقية ودور بعثة يونامي فهذه كلها الرسائل إيجابية بأن المجتمع الدولي أكثر من السنين السابقة هم على الخط في دعم مشوار استعادة العراق لاستقراره وتكملة مشوار الاستقرار الولايات المتحدة جزء من مجلس الأمن فكانت دعمها للحكومة والانتخابات ورفضها لهذه التهديدات جاءت عن طريق مجلس الأمن وأيضا جاءت باسم الولايات المتحدة فهذا تأكيد إضافي إلى رفض هذه التهديدات من هي دول الأخرى إلى جنب الولايات المتحدة التي دعمت هذه الانتخابات وأيدت أنها جرت بسلمية وأدانة التهديدات ضد الموظفين نعم مجلس الأمن فيه لعضاء الدائمين مثل الروسيا والصين وإلى آخره وفيه أيضا الاتحاد الأوروبي كان مشاركا بصفة الرقابة الانتخابية وأيضا قدموا هذا الدعم في مؤسسات أخرى مثل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي فيه إجماع دولي واسع بأن الانتخابات صارت بصورة جيدة من حيث الإجراءات وحيث عمل المفوضية والآن التركيز المهم على موضوع الإعلان الرسمي لهذه النتائج ومشوار تشكيل الحكومة وأن تكون حكومة معبرة عن رأي المواطن العراقي وأن يحمل راية الإصلاح ويقوم بخطوات عملية في عملية الإصلاح لأن المواطن العراقي كاهله منهك ويحتاج إلى كثير من الخدمات مكافحة الفساد ومشاكل أخرى وتحديد الإرهاب لا يزال مستمرا في الداخل العراقي سيد سيد سيدهانك أيضا السفير الأمريكي كان متواجد وصرح بشأن هذه التهديدات وقال بأنه ما تزال هناك مخاطر من استهداف المصالح الأمريكية في العراق بشكل عام وفي إقليم كردوسان كيف بدت هذه التصريحات وإلى من وجه هذه الرسالة المخاطر موجودة من كما تراها الولايات المتحدة وشركاء الولايات المتحدة وأعضاء في المجتمع الدولي أولا فيه خطر الداعش الذي بدأ وثيرة هجماته تزداد في الآون الأخيرة ولكن أيضا كان موجها إلى الدولة الجارة إيران والأطراف المحسوبة على إيران والأطراف التي قامت بهجمات على مصالح الولايات المتحدة سواء كانت السفارة أو القواعد العراقية التي تستضيف القوات التحالف الدولي وأيضا مطار أربيل الذي رأينا هجمات متعددة عن طريق الدرونز في الشهر الماضية بذكر إيران سيد سرهنغ هل تستطيع أن تخبرنا إذا ما كانت لديك معلومات عن وجهة نظر إيران أو ردة فعلها حول النتائج الصادرة حتى الآن النتائج الأولية للانتخابات ليست لدي معلومات لكن الذي رأيناه في الإعلام أن إيران كدولة رحبت بنتائج الاتخابات أو يعني باركت للعراق هذه النتائج ولم تعلن آراء رسمية وفي الأوساط العراقية متداول بأنهم لحد الآن لم يضغطوا باتجاه معين معروف تاريخيا بأنه لهم اهتمام بأن يكون هناك إجماع في البيت الشيعي يطرحوا اسم رئيس مجلس وزراء مقترح وعلى أساسه يتم التفاوض مع الأطراف العراقية الأخرى فهذه الانتخابات بتصوري ستشهد نفس المحاولات لكن حسب ما أسمعه أنه ليس هناك عامل ضغط لحد الآن باتجاه معين هل تتوقع صدور عقوبات أمريكية ضد بعض الشخصيات العراقية أو الأحزاب أو الفصائل المسلحة في العراق التي لديها ارتباط بالجانب الإيراني حدث هكذا شيء بالسابق ولا أستبعده في المستقبل أيضا هذا يعتمد على مسار الأمور وتحقيقات على وجود الأدلة وأي تشنجات سياسية أو مواجهات ممكن أن تستخدم فيها الولايات المتحدة القوة الناعمة والعقوبات هي أحد أدوات القوة الناعمة بالنسبة للولايات المتحدة استخدمتها في السابق وممكن أن تستخدمها في المستقبل أيضا ولكن إلى أي مدى من الممكن أن تحد هذه العقوبات من هذه التهديدات لحد الآن لم تكن نتائجه كبيرة لكن هي أحد الوسائل عندما تم الهجوم على العسكري واستخدام القوة ضد الولايات المتحدة ردت عسكريا متى رأت أن الرد العسكري هو المناسب واستخدمت القوة الناعمة عندما رأت ذلك أيضا بحد ذاته محدود لكن هي أحد الأدوات ضمن مجموعة من الأدوات التي تمتلكها من الولايات المتحدة العراقيين الذين يريدون من الولايات المتحدة أن يكون لها دور أكبر وأن تكون لها دور ضاغط أكثر للحد من النفوذ الخارجي يطمحون إلى دور أكثر وينتقدون بأن هذه العقوبات محدودة للفعالية لكن الولايات المتحدة أيضا لا تريد أن تصعد في الوقت الحالي لأنها لديها مفاوضات في موضوع الاتفاق النووي الذي لا تريد أن ينسد المسار بسبب تطورات بالعراق والمنطقة وفي نفس الوقت لا تريد تشنجات أكثر من اللازم في الداخل العراقي لأنها مهتمة بالاستقرار في الداخل العراقي فتحاول أن تخطو خطوات بطريقة حذرة نوعا ما على صعيد السياسي وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية التي كانت منتظرة برأيك كيف يبدو الحراك السياسي بين الكتل الفائزة؟ الحراك السياسي حسب ما سمعته في الأيام السابقة من الحوارات لا يزال كما ذكرت سابقا أن الحوار هو في داخل البيت الواحد مثلا الأطراف الكردية في مرحلة التشاور يحاولون أن يذهبوا إلى بغداد بأهداف مشتركة وبصف واحد كما هناك أفكار بهكذا اتجاه في الوسط السني لكن يمكن أن الأنظار هي باتجاه ما سيحصل في داخل البيت الشيعي فالتيار الصدري حصل على أكبر نتيجة من المقاعد الذين يرون أن ديمقراطية العراق ستكون مصانة أكثر ولها مستقبل أفضل إذا انكسر هذا الاستفاف الطائفي الإثني وإنما حصلت توافقات عابرة للطائفية وعابرة لهذه المكونات يأملون أن يكون فيه تحالف بين الصدريين وبين سيد الحلبوسي وبين الحزب الديمقراطية الكردستاني أو الأطراف الكردية بصورة عامة لكن هذا تاريخيا كان صعبا بالسابق السنة والكرد دائما انتظروا وطالبوا البيت الشيعي بأن يتشاور ويستقر على رأي ويتم التفاوض على هذا الرأي لحد الآن هذه المرحلة من التفاوض لم يحصل وأتصور هذه المرحلة من التفاوض ولكن الإطار التنسيقي الشيعي دائما ما يعلم بأن هناك تفاوضات بشأن تشكيل الحكومة حسب تصريحات إعلامية نعم في حوارات لتبادل الرؤى ولكن لم أسمع بأن يكون هناك مفاوضات رسمية إلى هذا الحد سيد سرهنك كيف تتوقع أن تكون شكل العلاقة بين بغداد وواشنطن بعد تشكيل الحكومة طبعا في ظل النتائج الموجودة حاليا نعم النتائج الموجودة حاليا سيعتمد كثيرا على ما سيكون تشكيل الحكومة العدد المقاعد لحد الآن لن يعبر بالضرورة عن الشكل الحكومة القادمة فإذا كانت حكومة بقيادة التيار الصدري وبدور كبير لتحالف التقدم والأطراف الكردية فسيكون أتصور فيه ترحيب بعلاقة إيجابية طبيعية مع الولايات المتحدة واستمرار الشراكة الاستراتيجية في ضمن اتفاقية لإطار الاستراتيجي إذا ما استطاع الإطار التنسيقي الشيعي من تشكيل الحكومة إذا ما تمكن من ذلك كيف سيكون شكل العلاقة هنا؟ سوف لن يستطيعوا أن يشكلوا حكومة من غير الأطراف الأخرى والأطراف الأخرى فيه الكثير من يرغب باستمرار العلاقة مع الولايات المتحدة فيكون فيه تفاهمات بعض قوى الإطار التنسيقي يرغبون بخروج القوات الأمريكية من العراق وبعضهم يؤيد بعض القوات بصفة الاستشارة والتدريب كما هو الآن الاتفاق ضمن الاتفاق الاستراتيجي لكن إذا التوازنات السياسية والاتفاقات السياسية لم تذهب باتجاه ما يريدون هذه القوات التي تريد خروج القوات الأمريكية ممكن استمرار الهجمات وهذا سيربك الداخل العراقي أكثر سيطرح أسئلة هل سيواجه الحكومة القادمة هذه الإرادات هل سيصل إلى عنف في خطر العنف لكن الآن الكل يحاول أن يمنع العنف أمتنى كثيرا على حضورك معنا من السليمانية سيد سرهنك حماس عيد مدير برنامج الشرق الأوسط في معهد الولايات المتحدة لسلام شكرا جزيلا لك مشاهدين بعد الفصل نرحب بضيوفنا من الولايات المتحدة الأمريكية والحديث مستمر بشأن الموقف الأمريكي من التهديدات التي طالت مفوضية الانتخابات العراقية وبعثت الأمم المتحدة لمساعدة العراقيون عليكم ميانا موسيقى حنأت وزارة الخارجية الأمريكية شعبة وحكومة العراق بنجاح الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العشر من تشرين الأول الجاري ورحبت بالبيان الصحفي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الانتخابات وأضافت الخارجية الأمريكية أن الانتخابات شكلت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم انتخابات العراق جاءت فرصة للناخبين العراقيين لتقرير مستقبلهم من خلال حكومة تعكس إرادتهم هكذا أعربت الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بالبيان الصحفي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن انتخابات العاشر من أكتوبر الجاري في العراق الخارجية الأمريكية عبر بيانها اليوم أكدت أيضا إنها تنضم مع المجتمع الدولي في إدانة التهديدات بالعنف ضد البعث الأممي اليونمي ومفوضية الانتخابات بذكرة إنها تحث جميع الأطراف على احترام سيارة القانون ونزاهة الانتخابات في إشارة إلى عدم اعتراف بعض الأطراف المشاركة بنتائج الانتخابات وتلويح بعض الجهات بتهديد السلم الأهلي وهنأت وزارة الخارجية الأمريكية شعبة وحكومة العراق بنجاح الانتخابات البرلمانية وذكرت إنها تتطلع إلى العمل مع الحكومة العراقية جديدة بمجرد تشكيلها لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بما يخدم مصالح البلدين المشتركة واشنطن جددت دعمها لاستقرار وسيارة العراق وتمكين اقتصاده وجهود مكافحة الفساد واستقلال الطاقة والمناخ وحماية حقوق الإنسان إلى ذلك بحث رئيس أقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والسفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر انتخابات مجلس النواب العراقي ونتائجها وأكدوا على أن عملية التصويت جرت بشكل منظم تقنيا داعين إلى تشكيل حكومة تلبي آمال وتطلعات العراقيين كافة كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين العراق والإقليم من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى ومساعي حلحلة المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية نرحب إذن بضيوفنا الكرام وتنضم إلينا من ولاية أوهايو مدير برنامج حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط رندا سليم ومن فرجينيا مساعد وزير الدفاع السابق لورنس كورب ومن ألاسكا نرحب برئيس خدمة أبحاث يونيشكا جيفري كونجون أرحب بكم جميعا وأبدأ معك سيد كونجون وأسألك كيف تقرأ التهنئة والترحيب الأمريكي بالانتخابات العراقية قبل صدور النتائج النهائية أنه فرع أو محاولة للقول بأن الولايات المتحدة ستعمل مع هذه الحكومة بغض النظر عن تشكيلها لأن الحكومة الإيرانية ووكلائها هزموا في الانتخابات والولايات المتحدة منفتحة على العمل مع مقتلع الصدر وهذا غصن زيتون للقول بأن الانتخابات كانت أمينة وتعكس صوت الشعب ولكن حتى الآن لم يشكل التيار الصدري الحكومة وغير معلوم إذا ما تمكن هو من تشكيل هذه الحكومة صحيح أنه فاز إذا ما صنفنا عن الجانب الشيعي هو حاز عن المرتبة الأولى إلا أن هذا الموضوع قابل للنقاش خلال الأيام المقبلة سيد كونجون هذا بالإضافة إلى أنه إذا ما توجهت بنفس السؤال إلى السيدة رندا سيدة رندا هناك من أشكل على هذه التهنئة وقال بأنها متسرعة سواء كانت لمجلس الأمن أو حتى ما تقدمت به الولايات المتحدة وقال بأنه ما زالت النتائج النهائية لم تظهر كيف تردين؟ التهنئة كمان بالذات نفس الوقت كانت هي تهنئة على سير العملية الانتخابية لأن العملية الانتخابية لأول مرة يمكن بتاريخ العراق منذ 2003 عملية لم تشبه أي شوابه في عملية السير العملية نفسها ولذلك هناك اهتمام من الولايات المتحدة على الدعم العمل الذي قامت به الحكومة العراقية وكذلك العمل الذي قامت به المفوضية والبعثة الأممية في تأمين نجاح هذه العملية الانتخابية التي تعزز من ثقة الناخب العراقي في العمل السياسي والعملية الانتخابية وكذلك في ثقة الناخب العراقي في أن الحكومة في المستقبل ستكون ممثلة أكثر لأصواتهم ولتطلعاتهم من الحكومات السابقة التي تكونت من خلال عمليات انتخابية كانت فيها كثير من الأخطاء والمشاكل سيد كورب كيف ترى الانتخابات العراقية التي جرت وجهة النظر الأمريكية كانت محقة بتقديم التهنئة بأنها جرت بسلاسة؟ أعتقد أنه كان أمر ملائم كما ذكر زميلي بالمقارنة بالانتخابات الأخرى التي صادفت الكثير من المشاكل أشعر بالقلق حول نسبة المقتلعين 41% ولكن الأخبار السارة هي أن مقتدى الصدر ربح معظم الكراسي وهو كان ذلك ضحضا لإيران من كان يدعم إيران نتائجهم كانت سيئة للغاية في الانتخابات حصلوا على 17 مقعد بالمقارنة ب73 مقعد حصل عليه مقتدى الصدر إذن أعتقد أنه كان من الجيد للولايات المتحدة ما حدث هناك قلق حول تشكيل الحكومة هل سيعمل الصدر مع السنة والأكراد وهذا سيكون أفضل شيء من مصالح الولايات المتحدة أنت تقصد بأن تيار الصدر يحاز على معظم مقاعد من يمثل المكون الشيعي لأنه لم يحز على معظم مقاعد البرلمان نعم هذا صحيح لا يوجد لأحد أغلبية الآن وهذه مشكلة كما ذكرت مضت أسبوعين على الانتخابات ولا زنة لا يتوجد لدينا حكومة لو عدنا إلى السيد الكاظمي هل هو سيكون المرشح المفضل للجميع هذا هو ما نتوقعه طبعا هناك توقع ملاد المتحدة أن يكون هناك تحالف سني كردي شيعي بقيادة مقتل الصدر لأن ذلك سيمنع النفوذ الإيراني وأيضا يردع داعش سيد كونجون أعود إليك بالسؤال وأنت قلت أنه من الجيد إذا كان التعامل بين واشنطن والحكومة الجديدة بقيادة التيار الصدري بالتعاون مع باقي المكونات الفائزة ولكن ماذا في حال لم يتمكن التيار الصدري من تشكيل هذه الحكومة ماذا لو تمكن الإطار التنسيقي الشيعي من التعاون مع باقية الأطراف السنية والكردية وهم قاموا بتشكيل الحكومة أيضا بوجود التيار الصدري هل سيختلفون التعامل مع واشنطن؟ أظن ذلك من الواضح أن المرشحين الثلاثة التي نراهم الآن الكاظمي أو المالكي أو حتى جعفر الصدر أي من هؤلاء الثلاثة سيعمل بشكل جيد مع الحكومة الأمريكية ولكن قد يكون هناك مرشح مفاجأة لم نراه حتى الآن وسيخرج من المفاوضات أعتقد أنه في الوضع الحالي مقتضى الصدر يعمل مع البرزاني للتفاوض حول تشكيل الحكومة وأرى أن الأكراد والصدر هم الذين سيقرروا في النهاية من سيكون الرئيس الوزراء القادم والرئيس الجمهورية القادم أعتقد أن هذه النقاشات الجارية بين السيل الصدر والأكراد ستفتح المجال لما يتخطى اتفاق لندن وعلى أن يكون هناك تقيد بهذا الأمر ولكن هذه الانتخابات فريدة في أنها تعكس إرادة الشعب العراقي على عكس النفوذ الخارجي بالتأكيد إيران رفضت الولايات المتحدة لم تكن لاعب رئيسي في الانتخابات هذه الانتخابات تعكس إرادة الشعب الأمريكي فربما حان الوقت لتنحية اتفاق لندن جانبا سيدة رندا إذن كيف ترين شكل الحكومة الجديدة التي من السهل على واشنطن التعاون معها الحب البداية يوضح أنه لازم نفرق بين عدد المقاعد الذي حصل عليها التيار الصدري مقارنة مع تحالف الفتح مثلا تحالف الفتح مع عدد الأصوات الآن إخت دراسة عملت من ناحية عدد الأصوات تحالف الفتح حصل على عدد أصوات أكتر مقاربة بالنسبة للتيار الصدري ولكن التيار الصدري قدر عمل استراتيجية للانتخابات بطريقة أسكب كثير تقدر أن ترجم الأصوات التي حصلوا عليها لأكبر عدد من المقاعد يعني قانون الانتخابات الجديد نستطيع القول خدم التيار الصدري أو استطاع خدم التيار الصدري والتيار الصدري قدر لعب قدر وضع استراتيجية ذكية جدا بطريقة كيف تسيير العملية وكيف عدد المرشحين مثلا بالدوائر المتخبة من خلالها قدروا ترجموا عدد الأصوات التي حصلوا عليها إلى أكبر عدد من المقاعد مقارنة مع تحالف الفتح مشان هيك عمقول هلأ الأهمية أنه بالمفاوضات اللي عم تجري حاليا بين أكيد تحالف الفتح والتيار الصدري أنه هذه يعني شغلة أنه تحالف الفتح سيضعها على الطاولة أنه من ناحية عدد الأصوات التي حصل عليها خاصة من القاعدة الشعية هي بأكثر بقليل يعني أو توازي ما حصل عليه التيار الصدري ولذلك شكل الحكومة بالرغم ما يقوله التيار الصدري خطن السيد الصدر بأنها ستكون صدرية بامتياز الحكومة عليها أو لا خيار لهم إلا أن تكون ائتلافية أو توافقية وأن يكون هناك مشاركة من التيار الصدري من تحالف الفتح من دولة القانون من داخل القاعدة الشعية ومن السنة والأكراد من المكونات العراقية الأخرى لكن الشكل الذي تتعامل معه بأكثر يعني الإدارة الأمريكية يتوقف كذلك على الرئيس الرئيس الحكومة الذي سيعين وهذا سيكون موضع مفاوضات كثيرة ومعقدة بين الأطراف العراقية المختلفة سيقوب يمكن يعني وصل إلى مسامعك التهديدات التي وجهت إلى موظفي يونامي وموظفي المفوضية العراقية للانتخابات برأيك أين تقف واشنطن من هذه التهديدات وكيف من الممكن أن تتعامل معها مرة أخرى الولايات المتحدة ستشعر بالقلق على هذه التهديدات ومن يقف رأى هل إيران أو هل ستحاول إيران السيطرة على العراق كان هذا موضع قلق كبير للولايات المتحدة منذ تأسيس العراق هذه الانتخابات السادسة وربما الأكثر انفتاحا والأكثر عدالة ليست مثالية ولكنها عادلة لا نعلم من سيكون الرئيس القادم رئيس وزراء القادم السيد الكاظمي أو السيد المالكي ولا نعلم هل سيكون متوافق مع أمريكا أو لا طبعا السيد مقتر الصدر كان يحارب القوات الأمريكية في وقت من الأوقات ولكن لم يعود يفعل ذلك وليس عدول للولايات المتحدة هذا أمر جيد للولايات المتحدة لأنه لو ربح الصدر هو ليست له خبرة بالحكم حقيقة الأمر أنه لو طلب من الأمريكيين أن يبقى الأمريكيين في العراق هذا سيكون حديث ذو مجدقية أكثر من الآخرين نعم إذن ضيوفي الكرام ومشاهدين إبقوا معنا نأخذ فاصل قصير والحديث بطبيعة الحال مستمر بشأن إدانة الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتهديدات الموجهة ضد البعثة الأممية في العراق وأيضا مفوضية الانتخابات خليكم ميانا موسيقى جدد السفير الأمريكي في العراق ماثيو طول رفض الولايات المتحدة استهداف المصالح الأمريكية في البلاد مؤكدا فرض واشنطن عقوبات على المجموعات الخارج عن القانون والتي تستهدف المصالح الأمريكية والعراقية يسوء الحظ فإن العقوبات التي نفرضها على الذين ينفذون الهجمات بالصواريخ محدودة جدا والتي لا يمكن أن تغير سلكهم وبإمكاني أن أؤكد لكم أن هناك بعض الأشخاص مدرجون على قائمة تلك العقوبات لكن ليس لديهم حسابات منكية في الولايات المتحدة ولذلك فالعقوبات لن تكون مؤثرة ولهذا فنحن بحاجة إلى أن ندخل في صلب عملية العقوبات من أجل أن تكون مثبرة أعود إلى جميع ضيوفي الكرام وأبدأ معك تحديدا سيد كونجون وأسألك عن إمكانية فرض واشنطن لعقوبات جديدة على المجموعات الخارجة عن القانون والتي تستهدف المصالح الأمريكية بحسب السفير الأمريكي في العراق أعتقد أنه أصاب تماماً في قوله أنه هناك قدر محدود من فعالية هذه العقوبات لأن الدعم النقدي الذي يخرج من الولايات المتحدة أو من المجتمع الدولي هو محدود بالنسبة لهؤلاء الأفراد علينا أن ننخرط مع الحكومة العراقية في هذه المبادرة والحكومة العراقية عليها أن تعمل مع البنك المركزي لغلق أماكن مراكز الفساد التي توفر التمويل لهذه المنظمات نحن على دراية بهذه القنوات والحكومة العراقية أيضاً تعلم بها ما أبرز هذه القنوات إذا كانت لديك معلومات سيد كونجون خذي مثلاً عملية ما يجري فيما يتعلق بالشراء الدولارات في البنك المركزي ربما فواتير مزيفة تسمح بالأموال بنقلها إلى لبنان مثلاً عبر الأردن ويتم صرفها هناك إلى الميليشيات الشيعية أو إلى لعبين آخرين ثم تعود هذه الأموال إلى العراق عن طريق العنف بسبب العواقب السياسية لغلق هذه القنوات والنوافذ الحكومة العراقية كانت غير مستعدة لفعل ذلك بسبب حساسية الانتخابات ولكن الآن في المستقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيبدأان في النظر بقوة إلى الحكومة العراقية لأخذ الأمور أو أخذ التدابير اللازمة كما أشار لاري من قبل السيد الصدر إذا أدار عملية مكافحة الفساد سيكون هذا له وقع جيد في تقليل التمويل الذي يذهب إلى تلك الميليشيات سيدة رندا ما رأيك بفرض عقوبات أمريكية جديدة على خارجين أو مجموعات خارجة عن القانون من تستهدف مصالح أمريكية والأهم ما جدوى هذه العقوبات أن ننتظر من السيد الصدر أن يدير عملية مكافحة الفساد ستكون نص صعب من تحقيق ذلك لأن في الحكومات السابقة رأينا أن الوزارات التي كانت من حصة الصدريين كانت من الوزارات التي فيها أكثر فساد ولذلك التيار الصدري لديه مصالح في عدم مكافحة عملية الفساد بعكس أنه أكثر من مكافحة عملية الفساد بالنسبة للعقوبات على المنظمات التي تهدد المصالح الأمريكية أوافق الرأي بأن هناك كما قال السفير الأمريكي في المؤتمر الذي اتركت إليه في المقابلة سابقا هناك حدود لنجاح أو لقدرة هذه العقوبات على تغيير سلوك هذه المنظمات بالنهاية هدف هذه العقوبات هي تغيير سلوك رفع كلفة السلوك الذي نريد هذه المجموعات أن لا تتبعه لذلك ونرى أن هذه العقوبات سابقا لم تنجح في تحقيق ذلك والإدارة الأمريكية حاليا قامت بمراجعة معمقة للعقوبات التي طبقت سابقا ليس فقط في العراق ولكن في إيران وغيرها وكيف وما هي الطرق التي يجب أن تتبع العقوبات هي جزء من أدوات مختلفة تستطيع أن تستعملها الحكومة الأمريكية في تعاملها مع منظمات مختلفة مع الحكومة العراقية مع منظمات خارجة عن السلطة العراقية ولكن كما قال الزميل سابقا سينتظر من الحكومة المقبلة خاصة من الإدارة الأمريكية ومن المجتمع الدولي سينتظر منها أن تقوم بجهد أكبر في عملية مكافحة الفساد ولكني أشك بأن هذا الجهد سيتم القيام به سيد كوب هل تعتقد أن الولايات المتحدة تتجه فعلا إلى فرض عقوبات جديدة على جماعات خارجة على القانون لها الصلاة بالجانب الإيراني خاصة وأن الولايات المتحدة الآن قد تكون تتجنب التصعيد مع إيران فيما يصب بمصلحة الملف النووي أنت على حق الهدف الأساسي للولايات المتحدة الذي يركزون عليه هو إعادة إيران إلى الاتفاق النووي التي خرج منه السيد ترامب في عام 2018 نرى ذلك على أنه أكبر تهديد الناس تنسى أننا تركنا العراق في عام 2011 لأن حكومة الملكي طلب مننا المغادرة ثم عدنا عندما طلبت من الحكومة التعامل مع تهديد من داعش وفعلنا ذلك الناس تنسى ذلك كان داعش على وشك الاستلاء على بغداد حتى عدنا بمساعدة القوات الكردية فقمنا بالتخلص من داعش ونحن لازمنا في سوريا حتى نمنع داعش من العودة إذن الولايات المتحدة عليها أن تنظر إلى كل هذه العوامل وهي تتعامل مع الموقف في العراق الانتخابات لم تكن مثالية ولكنها أفضل مما سبق أحد الأسباب عقد هذه الانتخابات التي لم تكن مجدولة هي قلق الناس حول الفساد في البلاد خاصة بين كثير من الوزارات علينا أن نكون حاذرين من العقوبات بحيث لا تضر بالشعب وليس الحكومة ورأينا ذلك حدث في إيران بالفعل ولكن هذه العقوبات الخارجين عن القانون دائما ما يظهرون على الشاشات ويقللون من أهميتها هذا صحيح طبعا هي العقوبات ليست ضد كل الحكومة ولكن هناك طبعا سيكون هناك تغيير كان هناك فساد في الوزارات ولهذا عقلت نخابات لأن الشباب في البلاد كان قلق من هذا الأمر الأمر المحبط هو أنه على الرغم من قلق الشباب لم يخرج الشباب للاقتراع بأعداد كبيرة لأنه كان هناك عنف في بعض الأحيان ضدهم سيد كونتون أعود إليك بالسؤال نسبة الأربعين بالمئة أو ما تقارب الأربعين بالمئة من المشاركة والتي أوفرزت عنها هذه النتائج هل تعتقد أنها تمثل رغبة الشعب العراقي فعلا لأنه نسبة المشاركة أربعين فقط أو ما يقارب الأربعين إحصائيا تظن أنه هذا يمثل نسبة جيدة ولكن ربما سنرى إعادة فرز وربما ستكون هناك قضايا سترفع ضد الإعلان الرسمي وربما هذه القضايا ستكون ناجحة وسنرى إعادة إحصاء أو فرز الأصوات أما إذا كان ذلك يعبر عن كل الأصوات إنه يعبر عن الواحد وربعين في المئة الذين اهتموا وذهبوا للتصويت الولايات المتحدة أو العراق الانتخابات تعكس المشاركين ومن يشاركه في النهاية هو الذي سيتحكم في تسيير وتشكيل الحكومة ضيوفي الكرام ابقوا معي متواصلون في برنامج بالعراق حيث قالت نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية جينفر كافيتو إن الولايات المتحدة مستمرة في دعم العراق وتسليح قواته جاء ذلك خلال حديثها لملتقى الشرق الأوسط للحوار الذي يختتم أعمله اليوم في إربيل العراق مختلف عن أفغانستان نحن ملتزمون بدعم العراق وقواته تسليحا ودعما وتدريبا القوات العراقية تقدمت وتطورت وتستطيع أن تتحرك بمفردها لكننا كحلفاء سنستمر بدعم العراق من أجل سيادته علاقتنا مع العراق ستستمر بصورة طبيعية وهي أوسع من أن تنحصر فقط في الإطار الأمني إذن أعود مع كل ضيوفي الكرام أعود معك تحديدا سيدة رندا وأسألك عن استمرار دعم العراق من قبل الولايات المتحدة وتسليحه وكيف سيتأثر بمعطيات تشكيل الحكومة المقبلة كله ستوقف على البرنامج العمل للحكومة المقبلة إذا رأينا يعني الأرجح أن الحكومة المقبلة ستحافظ على نفس العلاقة مع الولايات المتحدة من ناحية التدريب العسكري والمشاورات وما به وهناك اتفاق أنه بإعخر هذه السنة سينتهي سننتقل من مهمة للقوات الأمريكية إلى مهمة أخرى مع أن هناك ليس فرق كبير بين المهمتين بصراحة ولكن والمهمة الجديدة هي أن القوات الأمريكية ستكون بمساندة ومساعدة وتقديم مشاورات للقوات العراقية ولا تنقوم بأي دور في العمل قتالي أو أي عمل يعني دفاعي ستبقى هذه العلاقة ولكن سيكون هناك أصوات في الولايات المتحدة مستقبلا إذا لم تستطيع الحكومة العراقية في المستقبل الحكومة الجديدة من لجم هذه المنظمات المسلحة الخارجة عن القانون التابعة لإيران من قيام بأعمال عدائية تجاه الولايات المتحدة سيكون هناك أسئلة أكثر داخل الكونغرس داخل المجتمع السياسي الأمريكي حول ماذا نفعل هناك وخاصة إذا هذه الحكومة العراقية الجديدة كما الحكومات السابقة لا تستطيع أن تردع هذه القوات إن كانت مش الحشد أو يعني الكتائب المختلفة التابعة لإيران من التعدي على الوجود الأمريكي خاصة الوجود الدبلوماسي والوجود العسكري كذلك لذلك أرى أن يعني على الأرجح علاقة ستبقى كما هي ولكن سيكون هناك تساؤلات في المستقبل حول أهمية هذا الوجود أو حول إبقاء هذا الوجود كما هو إذا لم تستطع الحكومة العراقية الجديدة أن توفر يعني توفر الحماية التي يجب أن توفرها للبعثات الدبلوماسية الأجدبية كما يقول القانون الدولي سيد كورب برأيك هل ستتأثر العلاقة بين العراق والولايات المتحدة من ناحية دعم واشنطن لبغداد بالتدريب وتسليح والاستشارة اعتمادا على شكل الحكومة المقبل أعتقد ذلك نحن لا نعلم على وجه التحديد كيف سيتم تشكيل الحكومة ومن سيشارك بها ولكن في جميع الأحوال ستكون مقاربة للغرب والولايات المتحدة وضد إيران أكثر من الحكومة الحالية وهي لا منكن سيئة كان هناك مؤتمر منذ شهر في بغداد وكل دول المنطقة اجتمعت للحديث حول المشاكل في المنطقة كنا منشغلين في أفغانسان وننتنبه لهذا المؤتمر كان هناك حديث حول نقص المياه ومملكة العبادة السعودية وإيران كانت ضمن الحاضرين إذن الحكومة العلاقية الحالية لم تكن مثالية ولكن كانت خطوة في اتجاه الصحيح وأعتقد أن هذه الانتخابات ستجعل الحكومة القادمة أكثر مسؤولية وجزء من المجتمع الدولي سيد كونجون هل ستستمر برأيك الولايات المتحدة بدعم العراق أي مكان شكل الحكومة المقبل أم سيطرأ هناك تغيير على هذه العلاقة أعتقد أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم الحكومة ليس لديها خيار آخر من ناحية الاستراتيجية ومن ناحية تكتيكية على الأرض ليست الأمر فقط يتعلق بالحكومة العراقية بل أيضا بالمنطقة ككل مع بحرك إيران أكثر باتجاه المحافظة وأيضا إمكانية صعود داعش مرة أخرى مع وجود أماكن لها في أفغانستان الآن لا أظن الولايات المتحدة يمكن أن تتحمل ترك العراق الآن فبالتالي الولايات المتحدة ستعمل مع أي حكومة هناك لدعم الاستقرار في المنطقة سيدة رند دائما ما نتحدث عن الجماعات الخارجة عن القانون المرتبطة بالجانب الإيراني الكل يتحدث في نفس صيغة هذا الموضوع لأن الجانب الإيراني إعلاميا هنأ بنجاح الانتخابات العراقية كيف تقرأين هذه التهنئة؟ استطيع أن تعيدي السؤال لأنني لم أصل لي كنت أسألك أنه كل المحاور تتحدث عنه الجماعات الخارجة عن القانون مرتبطة بالجانب الإيراني إلا أن الجانب الإيراني إعلاميا هنأ بنجاح الانتخابات العراقية كيف تقرأين هذه التهنئة؟ الجانب الإيراني يجب عليه أن يهنئ بنجاح هذه العملية الانتخابية لأن الجانب الإيراني تلقى الرسالة التي أرسلتها هذه الانتخابات وأن هناك غضب كبير خاصا داخل المجتمع المكون الشيعي تجاه إيران وتجاه الدور الذي لعبته إيران والمجموعات المسلحة التابعة لإيران في قمع الانتفاضة في تشرين 2019 في قتل المتظاهرين كما يقال لذلك أعتقد أن الجانب الإيراني سيكون حذر من القيام بتدخل فاضح في عملية تشكيل حكومة كما كان يفعل سليماني في السابق ورسالة السيد الصدر التي أرسلها لكل الدول المجاورة لإيران لمجاولة العراق حول عدم التدخل في عملية تشكيل حكومة والمحافظة على سيادة العراق كانت رسالة واضحة جدا وقوية وكانت مع أنه وجهها لكل الدول المجاورة ولكن قراءة هذه الرسالة تعني أنها موجهة أكثر لإيران من أي دول مجاورة أخرى نأتي إلى ختام حلقتنا هذا اليوم أشكركم جميع ضيوفي الكرام كنت معنا من أوهايو مديرة برنامج حل النزاعات في معهد الشرق الأوسط رندا سليم كما وأشكر من ألاسكا مساعد وزير الدفاع السابق لورنس كورب ومن فرجينيا كان معنا رئيس خدمة أبحاث يونيشكا جيفري كونجون شكرا جزيلا لكم ضيوفي وأشكركم مشاهدين موعدكم الأحد المقبل وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي لا تنسوا متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي في أمان الله اشتركوا في القناة